وللمزيد من المتابع انضموا إلينا من الخرطوم طارق بذكر مراسل الغد مرحبا بك طارق الجيش السوداني إذن يؤكد التزامه بمجريات العملية السياسية بل ويحذر أيضا من محاولات مكشوفة للتكسب السياسي ما التفاصيل لديك وما هي دلالات هذا البيان نعم صلاح هذا البيان من القوات المسلحة السودانية يأتي في سياق خواتيم هذه العملية السياسية والتي تمضي إلى نهاياتها بمناقشة حتى الآن ثلاثة قضايا والقاضية التي تناقش اليوم هي قضية العدالة والعدالة الانتقالية تأكيدات من القوات المسلحة السودانية بمضي القوات المسلحة في استكمال مسار هذا الانتقال وهذه العملية السياسية إلى نهاياتها والتي تخلص إلى حكومة مدنية أكد الجيش أيضا استعداده إلى هذا الانتقال السياسي وأيضا تشكيل الحكومة المدنية ومن ثم يختار فيها الشعب بعد عامين من يمثله هذا بمثابة وفقا لكثيرين تأكيدات من الجيش مرة أخرى أو تجديد لما جاء في تأكيدات رئيس مجلس السيادة في أكثر من خطاب بانسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية والأمر متروك للقوى المدنية للتشاور والتحاور فيما بينها لتشكيل حكومة مدنية وأيضا يأتي في سياق ما تناقلته بعض المجالس السياسية وبعض القوى السياسية بأن هناك خلافات أو توترات داخل المنظومة العسكرية أي بين الجيش وقوات الدعم السريع لربما وفقا لكثيرين يكون هذا البيان بمثابة أن يكون ردا على ما جاء في المجالس السياسية وبعض القوى السياسية التي أشارت لأن هناك خلافات ما بين الجيش وما بين قوات الدعم السريع وهذا ما نفاه نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع مع الفريق محمد حمدان دقلوب قال بأن المنظومة العسكرية كلها على قلبي الرجل واحد وأن قوات الدعم السريع هي تحت إمرة القوات المسلحة وأن هناك من يتكسبون من خلال هذه الإشاعات وفقا لحديثه وأيضا هناك تأكيدات من خلال هذا البيان للجيش بأن القوات المسلحة ماضية في هذا الانتقال السياسي الديمقراطي حتى نهايته وأنها هي ملتزمة بما جاء في هذا الاتفاق السياسي الإطاري والذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وهذا ما جاء في هذه القضايا الخمسة التي تناولها الاتفاق الإطاري إذن صلاح وفقا لكثيرين أن هذا البيان يأتي ردا على من يشككون في وحدة القوات المسلحة وبأن هناك خلافات ما بين الجيش وقوات الدعم السريع وأن الجيش غير راغب في استكمال هذه العملية السياسية حتى بلوغ نهايتها وفقا لهذه المقايات التي ذكرتها وهذه التفاصيل حول هذا البيان للجيش السوداني إذا ما تحدثنا عن توقيت هذا البيان نعم التوقيت صلاح كما ذكرت وأكبر لك بأن هذا البيان يأتي ردا على من يشيرون إلى أن هناك خلافات داخل المنظومة العسكرية أو تحديدا هناك خلافات ما بين الجيش وقوات الدعم السريع هذا ما نفاه قائل قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقل وقال بأن كل المنظومة العسكرية على قلب رجل واحد وأنهم تحت إمرت المؤسسة العسكرية أي القوات المسلحة وأيضا فيه إشارة إلى الرد على من يقولون بأن المؤسسة العسكرية هي غير راقبة في استكمال هذه العملية السياسية والوصول إلى نهايتها هذا يأتي تجديدا وتأكيدا من القوات المسلحة بأنها مع هذه العملية السياسية وتجديد لما قاله رئيس مجلس السيادة ونائبه أنه مع أي حل يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية ينهي هذه الأزمة السياسية التي كلفت السودان كثيرا وألقت بظلالها السالبة على كل أوجه الحياة أشكرك شكرا جزيلا لك طارق بابكر مراسل الغد كنت معنا من الخرطوب